السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بمتابعي الكرام في موضوع مهم نأخذ منه مجموعة من الدروس والعبر لنستمع أولا ثم نرى ما هي الدروس التي يمكن أن نأخذها من هذه القصة توفي الملياردير ستيف جوبز وهو واحد من أقطاب الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية وهو رئيس أيضا لمجلس إدارة أعمال شركة أبل عن عمر يناهز 56 عاما فقط بسبب سرطان البانكرياس وقد خلف ثروة هائلة قدرها 7 مليارات دولار مبلغ كبير جدا وإليك بعض الكلمات الأخيرة التي قالها هذا الرجل قبل أن يموت من الأمور التي قالها من وجهة نظر الآن حياتي هي جوهر النجاح لكنني ليس لدي فرح كبير بما أملكه في النهاية الثروة أصبحت مجرد رقم أو شيء من الأشياء التي اعتدت عليها في هذه اللحظة وأنا مستلق على سريري مريض وأتذكر شريط حياتي أدرك أن كل سمعتي وكذلك ثروتي التي أمتلكها لا معنى لها إلا في وجه الموت الوشيك إنه يمكنك استئجار شخص ما لقيادة سيارتك أو خادم لقضاء أغراضك أو كذلك توظيف قيادي لإدارة أعمالك وكسب المزيد من المال والشهر ولكن وبالتأكيد لا يمكنك أبدا استئجار شخص ما وبأي ثمن لحمل الألم أو المرض نيابة عنك يمكن للمرء أن يقتني أشياء مادية كما يحب ولكن هناك شيء لا يمكن العثور عليه عند فقده الحياة إنها الحياة كلما تقدمنا في السن أصبحنا أكثر ذكاء فندرك مثلا أن ساعة تبلغ قيمتها 30 دولار أو 3000 دولار كلاهما يعرض نفس الوقت بالدقيقة والثانية لا فرق وندرك أيضا سواء كنا نحمل محفظة بقيمة 30 دولار أو 500 دولار يظل مبلغ المال فيها كما هو وسواء كنا نقود سيارة بقيمة 150 ألف دولار أو سيارة بقيمة 15 ألاف دولار الطريق والمسافة التي تقطع هي متساوية وسنصل في النهاية إلى نفس الوجهة إذا كان المنزل الذي نعيش فيه هو 300 متر مربع مثلا أو 3000 متر مربع الوحدة هي نفسها ولن نتحرك أو ننام على مساحة أكثر من بضعة أمتار سعادتك الداخلية الحقيقية لا تأتي من الأشياء المادية التي تملكها سواء كنت تسافر في الدرجة الأولى أو الدرجة الاقتصادية إذا تحطمت الطائرة تحطم معها الجميع لذا آمل أن تفهم أنه عندما يكون لديك هدف سامي في الحياة وتكون لك مآثر أسعدت بها الغير فهذه هي السعادة الحقيقية كان هذا هو كلامه وهناك بعض الحقائق لابد أن نلفت النظر إليها انطلاقا من هذه القصة أولا لا تعلم أطفالك أن يكونوا أغنياء فقط بل علمهم أن يكونوا سعداء لذلك عندما يكبرون سيعرفون قيمة الأشياء وليس تكلفت الأشياء ثم كذلك تناول طعامك كدواء وإلا ستحتاج في يوم من الأيام أن تتناول الدواء كطعام وأهم شيء نستفيده أن الدنيا أن الصحة والعافية هي أهم شيء يمتلكه الإنسان فإذا ذهبت صحتك فلا قيمة لا للمال ولا كل الأشياء فإن قيمتها تصبح صفرا أهم نعمة عندك هي الصحة فلابد أن تحمد الله تعالى على هذه الصحة وأن توظفها فيما يرضيه سبحانه وتعالى واعلم أن الدنيا مهما ملكت فيها سواء كنت فقيرا أو كنت غنيا أو كان عندك هل ما لا يرفي النهاية في يوم من الأيام أنت ستترك هذه الدنيا فعليك أن تعد لذلك اليوم الذي تلقى فيه الله عز وجل أن تعد له جوابا فتستثمر هذه الحياة التي هي فرص والتي هي كنز وهي رأس مارك عليك أن تستثمرها فيما يحبه الله عز وجل حتى لا تندم على ضياع هذه الأمور فإذا أعطاك الله صحة والضفة توظيفا أمتل إذا أعطاك الله مالا أنفقه في وجوه الخير وهكذا اجعل حياتك مزرعة للآخرة وعلم أنك ليس بالضرورة أن تكبر وتشيخ حتى تموت فقد تموت وأنت صغير في السن وأنتم تعرفون قصص كثيرة لأشخاص ماتوا وهم صغار في السن فأعلى الإنسان أن يستفيد من هذه الضروس ويعد ليوم القيامة ويتذكر قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الخضل العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته